ودي الصلاة التانية للرسول بوليس في الرسالة دي رسالة أفاسوس نهاية أصحاح 3 بيختم بيها الجزء النظري وبعد كده بيبتدي من أصحاح 4 الجزء العملي رسالة بوليس دايما بتنقسم إلى قسمين دايما قسم الأول هو القسم النظري وبعد كده بيتكلم في النص التاني عن القسم العملي فابتداء من أصحاح 4 هيبتدي تكلم في القسم العملي وبيختم الجزء النظر دي بالصلاة دي تعالي نقف مع بعض وإحنا بنقرأ الصلاة دي والحقيقة أنا يعني مهمة أوه إن احنا نحفظ الصلاة دي ونبتدي الوقت اللي جاي إن احنا نصلي نصلي لأنفسنا والبعضينا وللآخرين بالصلاة دي صلاة جميلة جدا رائعة جدا حلو إن احنا نحفظها ونصلي بيها باستمران يقول بسبب هذا أحني رجبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض لكي يعطيكم بحسب غنى مجده يذكر خمس حاجات أول حاجة أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن اتنين ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم تلاتة وأنتم متأصلون ومتؤسسون في المحبة حتى تستطيع أن تدركوا مع جميع القدسين ما هو العرض والطول والعمق والعلوم أربعة وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة خمسة الزور وباء بتاعة الصلاة دي جوهر الصلاة دي الغاية العظمة لكي تمتلئوا إلى كل مل الله إزاي ده يقولوا القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور أمين أمين اتفضلوا السريع بيبتدر رسول بولس الصلاة دي بالكلمة دي بها بسبب هذا بسبب هذا ولعلنا نسأل برضو إيه معنى يقصو دي بسبب هذا بسبب اللي احنا حكينا عنه في الأصححات اللي فاتت بسبب النعمة اللي وصلت للأمم بسبب الإنجيل اللي كرس بيه رسول بولس للأمم الأمم اللي يقول عنهم لما أخذنا فيه الأسابيع اللي فاتت الأمم اللي كانوا وإحنا أمم غير مختونين القلب بدون مسيح غرباء عن عهود الموعد أجنبين عن رعوية إسرائيل بلا رجاء بلا إله في العالم فكرين دول الأمم دول الغرباء دول لكن الأمم اللي غرباء دول صاروا قاربين بدم يسوع المسيح لما اتشال الحاجز الحجاب والحائط اللي كان فاصل بين اليهود والأمم وأصبح كل اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح من كل الأجناس سواء كانوا يهود أم أمم خلافهم كلهم ففي المسيح الكل بقوا واحد ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس بربري ولا سكيثي ليس رجل ولا امرأة الكل في المسيح الكل في المسيح واحد فبيقول بسبب هذا النعمة اللي وصلت للأمم ووحدت الأمم مع اليهود وأصبحوا زي ما قرينا في أصحاح اتنين إنهم رعية واحدة لو تفتكروا معي رعية واحدة عائلة واحدة بناء واحد هيكل واحد مسكن واحد فالرسول بوليس يجي هنا في بداية الرسالة دي بداية الصلاة دي ويقول بسبب هذا أحني رجبتية لدى أبي ربنا يسوع المسيح بسبب النعمة اللي وصلت للأمم والنعمة اللي يعني كلب بيها بوليس الرسول علشان يقدم الإنجيل دا للأمم ويكرز للأمم أمام هذا العمل العظيم دا وأمام رهبة هذا الأمر يقول أحني إيه أحني رجبتية لدى أبي ربنا يسوع المسيح كلمة أحني رجبتية أو الصلاة السجود يعني قليلة في العهد الجديد كان الوضع المألوف هو أن الواحد يصلي هو واقف فالمسيح لما حذر وقال كده لا تكون كالمرائين الذين يعملوا ايه يصلوا في زوايا الشوارع ايه فاكرين قائمين مش كده أو في المجامع ايه قائمين والفريسي والعشار لما دخلوا الهيكل يقول وقف وصلى في نفسه والتاني وقف من بعيد فكان المألوف أن الواحد لما يجي يصلي يعمل ايه يوقف في العهد الجديد لكن لما يكون الشخص ده هيصلي صلاة عميقة وهو يعني هيصلي لأجل أمر يعني في غاية الأهمية والخطورة فالغالب كان بيعمل ايه كان بينحني ويسجد على رجبتي فبيقول بسبب هذا الأمر الجميل الخطير أنا بحني ايه رجبتي ويبدو لأن انحناء هنا كانت الجبهة الإنسان المصلي بتلامس ايه بتلامس الأرض لعمق الصلاة لحرارة الصلاة لقوة الصلاة لتأثروا بهذا ايه الأمر رسول بوليس هن لما بيصلي لهم بيصلي إن الله يملأهم الأمم دول يملأهم يعني من هذا الإنجيل ومن هذا السر ويفتحنيهم أكتر وأكتر على هذا السر ويمتلقوا من الروح القدس يمتلقوا من المسيح يمتلقوا من محبة الله يمتلقوا إلى ملء الله فبيصلي لأجل هذا الأمر الرهيب والجميل والخطير ده فبيحن رجبتيه وبيعمله بيصلي لدى أبي ربنا ايه يسوع المسيح وبعدين يقول الذي منه تسمى كل عشيرة في السموات وعلى ايه وعلى الأرض اللي من الله تسمى كل قبيلة سواء في السماء أو على ايه الأرض ممكن نقرأ الآية دي بمنظور تاني كلمة عشيرة دي جاية من الأصل اللي اتغذت منه كلمة أب فممكن نقرأها كده يعني الذي منه تسمى كل أبوة في السموات وعلى ايه الأرض أبوة الله هنا يا حبائي هي النموذج الأساسي لكل أبوة أبوة الله هي النموذج اللي وحدتنا احنا مع بعض فأبوة الله والأبوة الإلهية هي اللي أتحدث المؤمنين وحدث المؤمنين كلنا من كل القبائل والشعوب والألسنة والأجناس على اختلاف ألواننا وأشكالنا ولغاتنا وحدث كل المؤمنين مع بعض فلما نقف نصلي مثلا كلنا في العالم الصلاة الربانية أول كلمة نقولها ايه أبانا اللي في السموات مش بس وحدة المؤمنين على الأرض ده المؤمنين على الأرض وكمان القدسين اللي في السماء الكنيسة يعني المجاهدة والكنيسة المنتصرة الكل مع بعض هم ايه في وحدة ايه واحدة كتلة واحدة هي وحدة واحدة اللي جمعنا كده مع بعض هي ايه هي أبوة مين أبوة الله عشان كده دايما في الصلاة نقول له ايه يا أبانا اللي في السموات منه تسمى كل أبوة أو كل عشيرة كل قبيلة في السموات وعلى ايه وعلى الأرض ايه هدف الصلاة بقى دي ايه هدف الصلاة ربما أنا وانتم مرات كتير بننشغل بالصلوات ويمكن الصلاة دي هتخلينا نراجع نفسينا مرات ومرات ونفكر هو ايه ايه اللي احنا بنصلي ويه اللي عيشنا طول عمرنا يعني بنصلي لعجل احتاجات كتير وده مش غلط مش بقى يعني أخطأكم وأخطأ نفسي لكن تعالوا في ضوء الصلاة دي نراجع صلاواتنا تاني ونشوف الوقت اللي جاي ممكن نصلي ازاي صحيح هنطلب من أجل حاجات كتيرة لكن الصلاة دي هتصيخ تفكيرنا من جديد قوي ايه جوهر الصلاة دي غاية الصلاة دي يقول لكي تمتلقوا الى كل ملء الله شفتوا بقى لكي ايه تمتلقوا الى كل ملء الله دي جوهر الصلاة دي لب الصلاة دي تمتلقوا الى كل ملء الله بس عشان نوصل لكده هو قابليها بيطلب اربع طلبات وكل طلبة لو تركزوا معايا في الايات دي كل طلبة بتقود وتؤدي للطلبة اللي بعدها قد نبالكم معايا يعني عبارة عن الخمس طلبات دول كأنهم كده يعني وردة كبيرة وبتبتدي تعمل ايه تتفتح 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 كده فكل طلبة بتقود للطلبة اللي بعدها الى النص اللي للطلبة غاية الصلاة وهي ايه لكي تمتلقوا الى كل ملء الله تعالوا نبتدي مع بعض الطلبات دي يقول لكي يعطيكم بحسب غنى ايه مين اللي بيدي هنا بقى الله مش كده فلما هننال القوة الروحية او ننال الروح القدس القوة الروحية مش انفعال مش انفعال مش مشاعر مش عواطف مش حاجة نبع مننا دي حاجة جاية منين منه لكي يعطيكم فكل عطية صالحة هي نازلة منين من فوق من عند أب الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل ايه والمسيح قال كده ان كنتم وانتم ايه اشرار تعرفون ان تعطوا ايه اولادكم عطايا ايه جيدة فكم بالحري الاب هم اللي يعمل ايه هو يهب الروح القدس اللي لازين ايه اذن عطية الروح القدس هي عطية من الله هي مش انفعالات ولا مشاعر ولا يعني عواطف جوانا لكنها عطية من ايه الله وبيدي ازاي يقول بحسب غنى ايه هنا غنى مجد تخيلوا معايا بقى غنى مجد الله وعظمة الله وجلال الله وكمالات الله وامكانيات الله لما يعمله لما يعطيه تعالوا نشوف مع بعض بسرعة كي عد عليهم بسرعة اول طلبة هم اللي كي يعطيكم بحسب غنى مجده اول حاجة ان ايه تتأيدوا بالقوة بروحيه في الانساني البطن ده اول ايه اول طلبة تؤدي للطلبة الكبيرة او لكي كلمة تتأيدوا يعني تتشددوا معناها قوة معناها ثبات تتأيدوا بالقوة القوة هنا هي قوة الروح القدس لما المؤمنين هذا الكلام هنا للمؤمنين اللي امنوا بالرب يسوع المسيح لما بنقامن بالرب يسوع المسيح ويحل الروح القدس جوانا ويسكن فيه داخل المؤمنين احنا بنمتلئ من هذه القوة قوة الروح دي اللي يقول عنها في عمال واحد ثمانية ستنالونا قوة ايه قولوا معايا ايه ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون ليه شهودا ننال هذه القوة لما الروح القدس يعمل ايه يملأنا يحل ايه علينا فاول طلبة هنا ان انتوا تتأيدوا تتثبتوا تتشجعوا يديكم القوة دي من خلال ايه حلول الروح القدس في داخلكم في الانسان الباطن والانسان الباطن اللي هو ايه هنا اللي هو الانسان الجديد اللي هي الخليقة الجديدة اللي خلقت في المؤمنين لما ايه لما امننا بالرب يسوع المسيح لما قابلنا المسيح اخذنا طبيعة جديدة قلب جديد حياة جديدة اتنقلنا من الموت الى ايه الحياة ده الانسان الباطن الانسان الروحي الانسان الداخلي القلب الجديد الانسان الجديد فهنا يقول تتأيده بالقوة بروحه في الإنسان البطل إيه رأيك في الطلبة الجميلة دي إن احنا نصلي ونقول لي يا رب املأنا من روحك القدوس املأنا من قوتك أنت يا رب يمكن مرات كتير بنعتمد على قوتنا إحنا أو قوة حاجات تاني إحنا بنعتمد عليها لكن إحنا محتاجين نصلي لأجل أنفسنا والبعضين البعض إن احنا نمتلق من روحي من روح الله ولحظوا هنا هتلاقي السلوس هنا الروح القدس شوية يحل المسيح وبعد كده إلى كل ملء الله فتلاقي السلوس هنا موجود في هذه الصلاة أول طلبة تعمله إيه تتأيده بالقوة بروحه في الإنسان الباطل الرب يساعدنا إن احنا نمتلق ونطلب الطلبة دي تاني طلبة أقوله معايا اللي بعدها إيه بقى والصبح بيقوله معايا بصوت عالي ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم مش كده ليحل المسيح بالإيمان إيه في قلوبكم خلي بالك في صحة واحد واثنين اتكلم عن إن إحنا في المسيح قال أنتم الذين كنتم غرباء صرتم إيه الذين كنتم بعيدين صرتم إيه قريبين إيه في المسيح باركنا بكل بركة روحية إيه في المسيح فيتكلم كتير في الرسالة دي إن إحنا كمؤمنين فين في المسيح وهنا يقول إيه بقى ليحل إيه بقى المسيح بالإيمان إيه في قلوبكم فالمؤمنين هم في المسيح والمسيح إيه والمسيح كمان حل فينا بالروح إيه القدس كلمة يحل يعني يسكن يعني يستقر بواسطة الإيمان والإيمان هنا هو الإيمان اللي احنا يعني اتجددنا به وتبررنا به وبنتقدس به وهنتمجد به هذا الإيمان هو إيمان حي عامل فعال متجدد بيعمل فينا باستمرار كل يوم فزي ما قلت النهاردة الصبح المسيح الإيمان مش معناه إن أنا يعني ألقي نظرة على المسيح كده وخلاص نظرة خاطفة تيجي يوم لحد الصبح أو بالليل يعني تستمتع كده بوعظة أو وقت تزبيح وصلة وخلاص كده لا الإيمان معناه إن أنا كل يوم بوجه قلبي وعناي ونظر وتفكيري إلى يسوع المسيح كل يوم أنا بثبت كل يعني تفكيري عليه أنا بتطلح فيه باستمرار مش صورة جميلة حلوة أنت بتبص بيها كده وتنبهر وبعد كده إيه تسيبها وتمشي لا الإيمان هنا يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم معناه ده الإيمان العامل الفعال المتجدد اليومي كل يوم بنضع ثقتنا واتكاننا في يسوع المسيح من خلال هذا الإيمان بيحل المسيح بالإيمان في قلوبنا يملك على قلوبنا القلب هنا في الكتاب المقدس لما نقرأ عن القلب نلاقي مرة يتكلم عن القلب هو بمعنى معنى الفكر زي لما يقول كنا على القديسة العزرة ومارهم كانت تحفظ جميع هذه الأقوال أو هذا الكلام في قلبها اللي يحفظ بيحفظ مش كده دانيال يقول أما دانيال فجعل في قلبه قلبه إرادهن بمعنى الإرادة مش كده حبوا بعضكم بعض من قلب قلب طاهر وإيه محبة المشاعر العواطف مردين بالكم معايا فتقرأ عن القلب هتلاقي مرتك بيتكلم عن العقل عن المشاعر والعواطف عن الإرادة فلما يقول يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم يعني المسيح يملك على الفكر وعلى الإرادة وعلى المشاعر وعلى الضمير وعلى العواطف يعني هو على عرش القلب هو على عرش القلب هو على عرش الداخل ده هو بيملك على الكيان كله التفكير المشاعر ضمير العواطف الإرادة ليحل المسيح بالإيمان بالإيمان في قلوبه فاكرين أول طلبة كانت إيه قوله معايا إيه أن تتأياده قوله بصوت علي أن تتأياده بالقوة بروحيه في الإنسان البطن تاني طلبة هنا إيه ليحل المسيح بالإيمان بالإيمان في قلوبكم التالتة إيه بقى التالتة وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدريكم مع جميع القدسين ما هو العرض والطول والعمق والعلوم كلمة متأصلون دي مستخدمة من الشجر لأن الشجر بيضرب جزوره يضرب جزوره في الأرض متأصلون وكلمة متأسسون جاية منين الأساس من المباني مش كده فالمؤمنون المؤمنين هم عبارة عن أشجار لها جزور مش كده لها جزور متأصلون والمؤمنين هم عبارة عن بناء حي حجارة حية مش كده لما تكلمنا في الأصحاح اللي فات بناء حي حجارة حية مش كده ويسوع المسيح نفسه ايه هو حجر ايه حجر الزاوية اللي بيربط البناء ده كله مع بعض ونتكلم في الاصحات اللي جاية فصحة اربعة ازاي عن المؤمنين وكده فمتأصلون ومتأسسون فين بقاها في المحبة ده التربة دي التربة اللي المؤمنين مغروسين ومؤسسين فيها فين في المحبة اللي هي محبة الله لنا فالمؤمنين اللي امنوا بالرب يسوع المسيح هم عندهم جذور سابتة هم متأسسين وراسخين في محبة الله وعرفها ازاي دي عرفها لما احنا نكون متأصلين ومتأسسين في يسوع المسيح متحدين بالمسيح لان المسيح هو اللي اعلن وازهر لنا محبة مين محبة الله فاحنا كنا هنعرف ازاي الله محب الا لما يعني جاء لنا في يسوع المسيح مش كده هكذا حب الله العالم حتى ايه والمسيح قال من رأاني فقد رأى ايه القاب فسبتنا في المسيح اتحادنا بيسوع المسيح علاقتنا القوية بيسوع المسيح ده دليل على ايه ثبتنا وتأصلنا في محبة مين محبة الله بيقولوا انتم متأصلون متأسسون في المحبة حتى تدركوا بقى مع جميع القدسين وعازك تخلي بالك لكلمة جميع القدسين ان المؤمن جزء من الكنيسة جزء من الجسد المؤمن مش عايش كده لوحده يقول هنا مع جميع القدسين فيش مؤمن يعيش كده لوحده بعيد عن جماعة عن جسد المؤمن هو جزء من وحدة الجسد مع بعض فيقول ان احنا ندرك مع جميع القدسين ندرك والادراك هنا هو ادراك روحي يتكلمنا فيه في الصلاة الاولانية لما يقول لهم لكي يعطيكم روح الحكمة والاعلان في معرفاته مستنير عيون ايه اذهانكم مش كده حتى تدركوا بالادراك الروحي بالعقل المستنير بالروح القدس ده ندرك ندرك ايه بقى يقول تدركوا ايه بقى ما هو العرض والطول ويه تاني والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة ايه المعلم هنا بيتكلم عن المحبة لما يكون عندنا الادراك الروحي ده الاستنارة الروحية دي ان بيعملها فينا الروح القدس هندرك ايه بقى يا جماعة مع بعض في المحبة العرض ما هو عرض المحبة اذا كنا نقدر نقيس عرضها وكأن عرض محبة الله انه بياخد العالم كله بين زراعيه لانه هكذا حب الله العالم العالم مش كده العالم كله فعرض المحبة هنا بيتكلم عن اتساعها عن الساعة بتاعتها انها تشمل العالم كله العالم كله حب الله العالم طب وطول المحبة طول المحبة تكلمنا عن صبر الله وطول اناته على الخطاط اللي بيبررهم ويتوبهم ويبررهم ويقدسهم ويمجدهم الى الابد الآية الجميلة اللي بتقول محبة ابادية ايه احبابتك من اجل ذلك ايه ادمت لك ايه الرحمة دي محبة ابادية الله احبنا واختارنا في المسيح من قبل تأسيس ايه العالم مش كده فهي محبة ابادية ومحبة ازالية ازالية ابدية خدين بالكو فتدركوا العرض وكمان ايه الطول وكمان نمرة تلاتة ايه العمق عمق المحبة العمق نفهمه ازاي او مقياسه ازاي لان المحبة ليس لها قياس ما نقدرش لكن دي تعبرات بشرية نقيس محبة الله بمدى اتضاع يسوع المسيح مدى اتضاع المحبة دي ونزولها ايه لنا احنا احنا اللي كنا غرباء احنا اللي كنا بدون مسيح احنا اللي كنا بلا رجاء احنا كنا بلا اله احنا اللي كنا مطرحين على قارعة الطريق احنا اللي قلنا لله ابعد عنا وبمعرفته طرخك لنصر احنا اللي كنا يعني في الخطيئة في الوحل في الحديد وصلت لنا محبة الله اتضاع المحبة دي وصل لنا احنا ده عمق المحبة دي رسول بوليس يقول كده الخطاط الذين اولهم ايه انا عشان كده يقول تفاضلت نعمة الله جدا وصلت ايه ده عمق المحبة دي ازا كنا هنقدر نقيس محبة الله وده صعب ان احنا نقيسها علينا ان احنا نقيس المسافة بين العرش وبين المزود نقدر نقيسها او نقيس المسافة بين العرش وبين الصليب اللي كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله اخلى نفسه عمل ايه وضع نفسه عمل ايه اطاع حتى الموت ايه موت الصليب ازا كنا عايزين نقيس المسافة دي هي بين العرش والصليب شوف المسافة دي ده عمق المحبة دي تابو العلو بقى العلو لما نشوف العمق ده هنعرف العلو انه رفعنا من المكان اللي احنا كنا فيها الى ايه بقى قام وعمله وقامنا معاه وعمله كمان تاني واجلسنا معاه فين في السمويل فاحنا اللي كنا بعدين صرنا ايه صرنا قاربين احنا اللي كنا بدون مسيح بلا رجاء بلا اله احنا اللي كنا مطرحين على قارعة الطريق يقول كده مررت بنا وازماننا ايه زمان الحب مر بينا والزمان زمان الحب ورفعنا لما يكون عندنا استنارة ذهنية استنارة روحية من خلال عمل الروح القدس وقوة الروح القدس يقول حتى تستطيع أن تدركه مع جميع القدسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو يسعدنا الرب يدينا الرب القوة الروحية يملأنا من روحه يدينا استنارة وإنارة ذهنية في القلب وفي الداخل عشان ندرك المحبة العظيمة لكن الحاجة الرابعة فكرنا وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة تعرفوا برضو بيتكلم عن المعرفة الروحية عن ناس مؤمنين ناس المسيح فيهم وهم في المسيح ناس ممتلئين من قوة الروح القدس ناس حل فيهم المسيح بالإيمان في قلوبهم يعرفوا معرفة روحية في استنارة داخلية محبة المسيح الفائقة المعرفة أنا الصبح برضو قلت لهم كده أنا كلمة فائقة المعرفة يعني نشرحها ازاي يعني ليس لها حدود ليس لها سعة ليس لها وصف محبة المسيح الفائقة المعرفة المسيح اللي أحب الكنيسة وأسلم نفسه إيه؟ وأسلم نفسه لأجلها هكذا حب الله العالم حتى عمل إيه؟ بذل ابنه الوحيد ليقول الكتاب كده في روميا 8 الذي لم يشفق على إيه؟ على ابنه بل عمل إيه؟ بذلوا لأجلنا إيه؟ أجمعين محبة عظيمة جدا لتعرفه محبة المسيح الفائقة المعرفة ليس لها حدود ولا وصف عادنا نقول مع بعض لو صار حبرا كل يم كل يم كل بحر بقى حبر وكل ورق في الشجر بقى إيه؟ بقى ورق وكل عجبة في الأرض بقت قلم والكل كل البشرية والناس قعدوا يوصفوا عن محبة الله مش ممكن يوصفوها مش ممكن يوصفوا محبة الله لنا اللي فاقت وسمت وطمط مقدارها إيه؟ مقدارها عجيب محبة مين؟ محبة المسيح الفائقة المعرفة ندرك ده من خلال الروح القدس اللي فينا لما نمتلئ من قوة الله وتعرفه محبة المسيح الفائقة المعرفة الذي أحبني وإيه كمان تاني؟ وأسلم نفسه إيه لأجل يلا نرجع لأربعة دولة عشان نقول الخمسة والأخيرة فاكرين أول حاجة إيه؟ بصوت عالي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطل نمرة اتنين ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم نمرة ثلاثة ما هو العرض والطول والعمق والعلو نمرة أربعة إيه؟ وتعرفه محبة المسيح الفائقات المعرفة كل واحدة بتؤدي إلى التانية والأربعة دول بقى بيؤدوا إلى دي الزروة بتاع الصلاة بيستمر بيستمر إلى أن نصل في المجد في الأبدية ويستمر هذا المل هنا بيصور لنا كأن في وعاء كده كبير وفي مثلا نبع مية أو حاجة كده بتصب في هذا الوعاء ده يستمر يعني النبع ده شغال إلى أن الوعاء ده يعمل إيه؟ يمتلئ وحسب سعة هذا الوعاء النبع ده هيعمل إيه؟ هيعملاء لكي تمتلوا إلى كل ملء الله كل ملء الله زي نمتلئ هنا متوقف عليه متوقف على خلي بالكم معايا على السعة بتاعتنا السعة على قابليتنا شوية كنا بنرنم جوعني إليك وشبعني إيه؟ على قد الجوع اللي عندك الرب يعمل إيه؟ يملى على قد الاشتياء اللي عندنا الرب يعمل إيه؟ يملى على قد العطش اللي عندنا هو يروينا لما نيجي نقول له احنا أنا عطشان أنا جعال ليك يا رب احرمني من خرنوب العالم افطمني عن كل محبة في العالم جوعني ليك اشبعني بيك عطشني ليك يا رب كل اللي يشرب من المية دي يعطش لكن احنا محتاجين الماء ده عمل الروح القدس في حياتنا عشان كده المسيح وقف اليوم الأخير من العيد فاكرين وقال إيه؟ إن عطشة إيه؟ أحد العطشان ييجي العطشان ييجي وانا اعتقد صوت الله بيدوي يا حباه وبيقول العطشان ييجي إن عطشة أحد فليقبل إلي والمرنم يقول له كده يا الله إلهي أنت إليك إيه؟ وبكر إيه تاني؟ عطشة إليك نفس يشتاق إليك إيه؟ جسدي في أرضنا شفة ويابسة إيه؟ بلا ماء على قد العطش بتاعنا على قد الاشتياق اللي عندنا على قد السعة على قد قابليتنا إحنا بنمتلئ من روح الله لو أنا عندي مشكلة في التنفس ضيق في التنفس مش قادرة نفس المشكلة هي في الهوى والأكسجين اللي برا ولا المشكلة فيها؟ المشكلة فيها في صدري أنا في الرأتين مش كده؟ لكن الهوى متاح والأكسجين متاح وهنا إمكانيات الله متاح وعمل روح الله متاح بس المشكلة في مين؟ فينا إحنا؟ السعة القابلية استيعابنا جوعنا عطشنا رغبتنا كله ده متوقف علينا لكي تمتلق إليه؟ إلى كل مل إيه؟ كل مل الله رب دي تكون صلاتنا جوعنا ليك يا رب وشبعنا بيك عطشنا ليك شواءنا ليك شواءنا ليك يا رب انزع حالة الفطور والضعف اللي عندنا يا رب إذا كان في حاجات واغدة يا رب أماكن في القلب كده وحاسين إن إحنا شبعانين بيها يا رب افطمنا بل احرمنا من كل الحاجات اللي في العالم دي يا رب جوعنا ليك انت انت الخبز الحي النازل من السماء هو ماء الحياة هو اللي يعطي الحياة على قد جوعنا وعطشنا واشتياءنا ورغبتنا ليه؟ هو هيعمل إيه؟ هو هيفيد بروحه إيه؟ فينا لكي تمتلقه إلى كل مل الله تابعين معي؟ قبل ما أختم عشان أختم الصلاة دي طبعا بنقف قدام الطلبات العميقة العظيمة دي ونقول مين يقدر؟ من هو كف إلى هذه الأمور؟ مين يقدر؟ فالرسول بوليس يقول في عدد عشرين إيه؟ والقادر إيه؟ أن يفعل بقى مين اللي يعمل ده كله بقى؟ هو مش إحنا مش كده؟ وإحنا مش هنقدر نعمل كده إحنا كل اللي علينا أنا وإنتم نيجي نسلم تسليم كامل ونقول له جوعنا شواءنا عطشنا رغبنا فيك يا رب اجذبنا ليك يا رب شبعنا بيك املأنا من روحك يا رب نيجي نسلم تسليم كامل ليه وهو يعمل فينا بروحه فيقول القادر هو بقى القادر أن إيه بقى؟ يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر إزاي بقى؟ بحسب القوة القوة الروحية بحسب القوة التي تعمل إيه؟ التي تعمل فينا هو يقدر يعمل كده عشان كده محتاجين وإحنا بنطلب الطلبات دي نضع ثقتنا فيه وإيماننا فيه نسق إنه هو قادر وهو قدير ويقدر يعمل كده يقدر يملانا يقدر يمتلكنا يقدر هو يسيطر علينا يقدر يملى الزهن والمشاعر والإرادة والحياة يقدر هو يكون على عرش القلب ده هو يقدر يعمل كده وهو عايز يعمل كده لما نيجي ونخضع ونسلم ونقوله اعمل ده إيه؟ اعمل ده فيه القادر أن يفعل بحسب القوة التي إيه؟ التي تعمل فينا التي تعمل فينا يا حبائي علاج الشك هو الإيمان بقدرة الله ممكن لما تصلي الصلاة دي تشكه تقوله أنا فين من الكلام ده أنا فين مش كده؟ ممكن نشك لكن علاج الشك اللي يطرد الشك هو أن احنا نؤمن بقدرة الله أن الله يقدر يعمل ده في حياتنا يقدر يستخدمنا هو يقدر يستخدمنا وهو عايز يعمل ده عايز يملأنا بروحه عايز يملأنا بمحبته عايز يستخدمنا هو القادر أنه إيه؟ أنه يفعل وعلينا أن احنا نسق في قدرته ونسق في كمالاته وفي إمكانياته يختم الصلاة دي بيقوله له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور آمين له المجد هنا ده النشيط ده بعد ما بيصلي الصلاة دي بيرفع المجد مين؟ المجد ليه هو؟ لله الآب له المجد له المجد المجد في الكنيسة في المسيح يسوع تخيلوا معايا دائرتين هنا الدائرة الخارجية الكنيسة بتعلن عن مجد الله بس بتعلن عن مجد الله مش من ذاتها ولا من فراغ تعلن عن مجد الله ده من خلال يسوع المسيح من خلال أروح المسيح اللي في الكنيسة فالكنيسة بتستمد مجدها من المسيح بتستمد حياتها وكينها من يسوع المسيح اللي حل فيها لما قبل كده قلنا إيه؟ ليحل المسيح بالإيمان فالمسيح اللي حال في الكنيسة جماعة وأفراد الكنيسة بتعلن عن المجد المجد يا حباه هو يعني كان مقدمة قصيدة الفداء لما الملايكة رنمت وقالت المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر وهو أيضا قل بقصيدة الفداء فالمسيح صلى وقال أنا مجدتك عليه على الأرض وهو خاتمة قصيدة الفداء المجد إن كل المفدين في السماء الجديدة والأرض الجديدة هيقول له أنت مستحق أنت أخذ مجد والكرامة والقدرة مش كده فهو بداية مقدمة قصيدة الفداء المجد ليه وهو يعني منتصف قصيدة الفداء أنا مجدتك وهو الخاتمة تبقى ترنيمة المفديين أنت مستحق أنك تأخذ المجد له المجد والكرامة والقدرة في المسيح يسوع إلى جميع أجال دهر الدهور أمين أمين لما هنصلي دلوقتي أنا نفسي الصلاة دي نحفظها أنا حفظتها نفسي نحفظها ونفسي نحن نصلي بيها فعلا نصلي بيها خدوا الأيام اللي جاية والوقت اللي جاي بل العمر اللي جاي ونحن بنطلب الطلبات دي أن نحن نمتلق من روح الله أن نحن نمتلق من محبة الله أن المسيح يحل بالإيمان في قلوبنا يملك على عرش القلب أن نحن نصل إلى كل ملء الله كل ملء الله حقيقة مش هنوصل هنا على الأرض لكن كل ما بنشتاء لله أكثر وكل ما نجوع ونعطش ليه أكثر ونضع ثقتنا فيه أن يعمل ده في حياتنا نحن بنمتلق إلى أن نصل إلى المجد إلى السماء الجديدة والأرض والأرض الجديدة تعالوا نصلي كلنا مع بعض ونحن بنصلي هذه الصلاة ونطلبها لنفسينا ونطلبها لبعضينا البعض صلي وطلب هذه الطلبات صلي صلي وقل يا رب املأني من روحك القدوس يا رب املأني من الروح القدس يا رب رسول بوليس قال كده لا تذكروا بالخمرة الذي فيها الخلاعة بل امتلقوا بالروح ده فعل أمر امتلقوا بالروح قل يا رب املأني من روحك يا رب املأني من روحك يا رب